ضمن مراحل إعداد استراتيجية للسنوات الخامس المقبلة افتتح بيت الزكاة ورشة العمل الخامسة والتي حملت عنوان سياغة مؤشرات الأداء الرئيسية الورش التي شارك فيها قيادات بيت الزكاة تطرقت لأبرز استراتيجيات تطوير الأداء المؤسسي وأيضا إلى كيفية تحسين خدمة العمل الخيري والإنساني بيت الزكاة مؤسسة رائدة في العمل الخيري لها بصمة كبيرة في العديد من دول العالم العربي والإسلامية وهذا لم يأتي من فراغ بل تمخض عنها وضوح رؤية ورسالة وأهداف استراتيجية على مدى سنوات في نهاية خطتنا الاستراتيجية هي صياغة مؤشرات الأداء بيت الزكاة إن شاء الله سيقوم بتطبيق هذه الخطة الاستراتيجية وأعتقد الكل في بيت الزكاة متحمس أن يقوم بتطبيق هذه الخطة الاستراتيجية أنا أعتقد ستكون في مؤشرات ناجحة جدا في أداءها ورشة العمل الخامسة لبيت الزكاة كانت تحت عنوان صياغة مؤشرات الأداء الرئيسي والتي أتى ضمن عداد استراتيجية بيت الزكاة للسنوات الخمسة المقبلة والتي ارتكزت على تفعيل مبدأ المشاركة مما جعل زيادة بيت الزكاة الحمد لله في إراداته 70% عن العام الماضي وأنا أعتقد هذه نسبة ليست بالهينة صراحة الجماعة في بيت الزكاة الموظفين بدأوا ينتشرون في المجتمع ادخلوا كل المجمعات التجارية وضعنا بوتات في الجامعة رسلنا الحقيقة كل البنوك رسلنا كل الشركات المساهمة كلها يعني اتحركنا هذه الخطة التي وضعت تخدم فريضة الزكاة وترتقي بكفاءة الأداء المؤسسي لبيت الزكاة من أجل ديمومة الأداء المتميزة مروى محرم تلفزيون دولة الكويت